بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 5 بارت 11 بيزيك ستيبس ان تو وي سلاب ديزاين بنتكلم على الستيبس بتاعة الديزاين فلازم تبقى الخطوات واضحة قدام عينيك قبل ما تبدأ عملية الديزاين فاول حاجة عندنا بنقول تشوز اللاي اوت انت تايب اوفي سلاب انا عندي سقف السقف دوت المفروض ان انا هحدد نوعه اللي هو هيبقى وان وي ولا هيبقى تو وي رقم اتنين تشوز لسلاب سيكنس اللي هو اتش او تي اس تو كنترول ديفليكشن لان احنا مش عايزين السقف اللي عندنا يحصل فيه اكسيسيف ديفليكشن لان الديفليكشن الزيادة ممكن يسبب كراكينج عندك ممكن يعمل دامج في الحوائط اللي موجودة في السقف اللي عندنا فايبقى اذا الريكوائرمنت بتاعة السيكنس ان هي الديفليكشن يبقى ويزن الليمتز اكوردنج تو الكود يعني عايزين السيكنس دوت يبقى كافي لمقاومة الشير لان طبعا كل ما بتزود السيكنس عندك كل ما دي بتزيد فالشير سترينس بتاعة القطاع بتزيد لانها ما اللي تبيند على الديمينشن نومبر سري اتشوز الديزاين ميسود لاما نشتغل على الاكويفلنت فريم ميسود وفي الحالة دي هي تيوز الاستيك فريم اناليسيز زي ما تكلمنا انك ازاي بتقسم السقف اللي عندك لمجموعة فريمز وتبدأ تحسب المومنت على الفريم سواء كان المومنت بوزيتف او نيجيتف طب لو انا هشتغل على الطريقة اللي هي الديريك ديزاين ميسود لان احنا قلنا هناخد مجموعة من الشرايح سواء كانت الكولم ستريب او الفيلد ستريب ونبدأ نحسب المومنت عليها بطريقة الكو اوفيشنس يعني مثلا المومنت هنا اربعة من عشرة ام زيرو حيث ام زيرو هو الاستاتيك المومنت المومنت الداخلي خمسة واربعين من مية ام زيرو وقلنا فيه شروطة عندي هنا علشان استخدم الديريك ديزاين ميسود ان اللي سبانز تبقى متساوية واللود اللي موجودة على اللي سبانز المتجاورة يبقى متساوي نفس الكلام هنا في الفيلد ستريب بنستخدم طريقة الكو اوفيشنس اللي هي واحد من عشرة ام زيرو الداخلي عندك خمسة عشر من مية ام زيرو يبقى مجرد انك حسبت الام زيرو اللي هو الاستاتيك المومنت يبقى باستخدام الكو اوفيشن تقدر تحسب المومنت وبعد كده بتحسب القطاعات اللي انت عايز تشتغل عليها نمبر فور كالكولية البوزتيف والنيجاتيف مومنت في السلابز قلنا الكلام دوت سواء انا شغال على الفريم او شغال على الديريكت ديزاين نمبر فايف ديتيرمين الدستربيوشن اوف مومنت اكروس الويتس اوف زا سلاب بيزد اون زا جيومتري ان البيم استيفنس ان احنا بنوزع المومنت الموجود اكوردنج تول استيفنس اللي هي اي اي طبعا كل ما الستيفنس بتزيد كل ما المومنت اللي حيروح للمنبر دوت بيزيد او نسبة المومنت بعد كده يعني بنوزع جزء من المومنت على الكاميرات لو انا عندي كاميرات موجودة في السلاب نمبر سيفن ديزاين رينفورسمنت فور المومنت فروم ستيب خمسة وستة بعد ما حسبنا المومنت بنبدأ نحسب حديد التسليح والراعي الشروط اللي قلنا عليها ان هي اقل فاي بنشتغل عليها فاي تلاتاشر اقل عدد من الاسياخ في المتر يبقى الكلام ده معناه ان الاريا ستي المينيوم اللي اشتغل عليها خمسة فاي تلاتاشر في المتر خمسة فاي تلاتاشر في المتر نمبر ايت اتشيك شير سترينز ادزا كولامز حوالين الكولام بنبدأ نعمل اتشيك على الشير سترينز يبقى هم دول التمن خطوات اللي احنا بنتباحهم علشان نخلص الديزاين بتاع الاسلاب او التووي اسلاب اشتركوا في القناة